وشوفوا قيمة القرار لما يتاخد بناء على انحيازات أخلاقية كاملة موقف إبراهيم حسن بعدها بعشر خمسطاشر سنة ودرس فيه أنه اللاعب اللي بيمثل النادي الآلي والمفروض اللي بيمثل أي نادي لأن كل الأندية لها احترامها وتأديرها ويجب أن تكون منحازة أولاً وأخيراً للإخلاق والسلوك أي لاعب في الملعب مهما تعرض لمضايقات من المدرجات هو يفضل لاعب زي عماد حسن ما بيقول اللاعب لاعب والمدرب مدرب كل اللاعبة في كل الدنيا بتتعرض لضغوط وإساءات من جماهير وهذا أمر بنرفوضه تماماً ولكن هتعمل فيه إيه؟ ده مرفوض ويجب التصدي ليه لكن في نفس الوقت الانسياق ليه ده ما ينفعش اللي حصل بعد عشر خمسطاشر سنة الكابتن عماد متعد وهو من هو؟ يتعرض لنفس المضايقات ونفس الإساءات يمكن عماد حسن استخدم لفظ البزاقة لا ما تعرض له عماد متعد كان أبعد من كده لا طبعاً كان أبعد من كده وبدون مناسبة وهو نموذك في الأخلاق والأخلاق والجاه نحيات هم العمل حاجة ولا كان شاور لحد ولا كان أساء لحد لكن اتصرف إزاي؟ التزم وعمل مدخلة أعتقد وقتها كانت مع كابتن متحة شربي نفكركم بها من وانا نازل من القطبيس في قبل المسحة أنا بتشتم وتشتم بطريقة يعني ما حدش قبلها نهائي نزلت أسخن هو عند حراك المرسلين بتحراك ممكن يكونوا الفيديو موجود أو الصوت موجود تسمع اللي تقال أو تشوفه ونزلت الملعب وأنا بسخن يعني لو كانت كاميرا جابت الحراك اللي يوفط اللي مكتوبة أو الكلام اللي بيتقاب يعني ده ما يرضيشها حد نهائي ومع ذلك ولا فتحت جوء الكلمة ولا تسلمت وزي ما حرك شوفت الملعب كنت هادي جدا ولا بقى احكم ولا بقى افرد على العيبة وملتزم بسريقي ومع ذلك خرجت اتغيرت قعدت عددك ما فتحت جوء سارتا في مشكلة بالنشكبقة ومساعدتين كنت بحاولة روحها دي وبعتها وانا خارج على قط اللبس جمهوري سوال الجشتني في باس اقفلهم وانا خارج طيب هو كابتن عماد طبعا متأثر جدا قال ما فتحتش بوقي ما عملتش حاجة طب النهاردة نتيجة هذا التصرف الراقي جدا الذي تحمل فيه الام محدش تحملها لان الكلام اللي تقال وقتها يعني صعب يتحمله اي انسان ولكن هو محتوى كده وانا ما اقول لك كله ان ينضح بما فيه هو ده ده محتوىك فمش هتعرف تطلع غير المحتوىك النفسي والقيمي والاخلاقي وتربيتك ومكانك الشخصية وفي نديك وفي كل حتة عمل كده هل فيه واحد في جماهير الاهلي والزمالكة والستاذ ابراهيم ما يحترمش عماد متعب النهاردة لا طيب كسب ولا خسر من هذا طبعا كسب كسب طبعا كسب مستقبله وكسب احترام الناس ليه وصورته وانا بشوف جماعة زمالكوية ولا واحد فيهم يعني يظن انها ممكن يسيء الى الكابتن عماد متعب وفي نمازج كتير في زمالك كابتن طه بصري كابتن كابتن حسن شحاتة كابتن حسن شحاتة وفروج عفرور كابتن حتى اللي بيلعبه دلوقتي وحمادة وحازم النام وعبد الشافي لا فيه نمازج نمازج كتير محتوى احنا مش بنحصر طبعا هيعملننا نمازج كتير جدا لكن بنذكر لكن انا بقول ان الجماهير بتتطفق عليك ان اللي بيتحمل وهي دي شوف الرادة بتديك ايه الصلابة وانك تتحمل ولما بنقول كرمتك تصرفاتك مؤكد لو كان بادلهم كابتن عماد وقتها كان دخل في ديلمة ما خرجش منه شتموني شتمتم شتموني شتمتم لازم يحصل السطوب لازم الموقف ده عشان نقدر نبتدي على بداية جديدة لا مرفوضة ما نبردش اي تصرف لاي واحد شكرا